الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مشرور ينفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي لله فلا مضل له ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد من عداد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما ذلنا وإياكم نتفيأ ظلال القرآن في سورة البقرة التي أخبرنا قبل مرارا أنها فسطات القرآن وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة أو أشد قسوة وذكرنا أن الله جل وعلا شبه القلوب القاسية بالحجارة بل جعلها أشد قسوة من الحجارة وبينا في لقاء سابق أن الله جل وعلا عدل عن الحديد تشبيه القلوب القاسية عن الحديد لأن الحديد له ما يلينه قال الله جل وعلا عن نبيه داود وألمنا له الحديد والحديد يلان بالنار ولو يعرف أن الحجارة تلان بشيء آخر على ذلك بين الله جل وعلا أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وأن منها وهو الأعظم ما يهبط من خشية الله ثم نزار السياق في الحديث عن بني إسرائيل وقلنا إن صورة البقرة تحدثت كثيرا خاصة في أولها عن بني إسرائيل ونداهم الله جل وعلا منتسبين إلى نبي الله يعقوب بن إسحاق بن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا يخاطب المؤمنين أما تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مما استقر عقلا ونقلا وطبعا وشرعا أن الطباع تتوارث الله جل وعلا يخاطب المؤمنين الذين لديهم طمع في إيمان اليهود المعاصرين لهم القانطين في المدينة آنذاك واليهود القانطون في المدينة آنذاك مر معنا أنهم ثلاثة قبائل بينقاع والنظير وبنو قريضة وهؤلاء الثلاثة لابد من إدراكهم علما لطالب العلم لأن كثيرا من القضايا في القرآن والسنة والسيرة على وجه الخصوص لا يحل إشكالها إلا بالاطلاع التاريخي كما سيأتي بتفسير الآيات سنستصحب التاريخ مرة أخرى في الآيات القادمة نقول لاحظ أن الله جل وعلا قال أفتطمعون ولم ينهى عباده عن الدعوة وفرق بين الأمرين كبير والمعنى أن هؤلاء الأبناء من يهود المعاصرين هم على سنن أبائهم الذين كانوا مع موسى عليه السلام وموسى عليه السلام هو أول نبي هو من أنبياء ابني إسرائيل العظام وليس أول نبي لأن يوسف كان نبيا لابني إسرائيل فإن مؤمن آل سرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده رسولا نعود فنقول طبعا سطرادا موسى مكونة من كلمتين مو بمعنى ماء في العبرانية وشي بالشاء هذه معناها الشجر ولأنه وجد بين ماء وشجر في نهر النير سمي بهذا الاسم بالعربية قلبت الشاء ماذا سينا فأصبحت موسى والعبرانيون ينطقونها بالإيمانة قليلا موشي وهو اسم شائع عندهم إلى اليوم موشي ديان كان وزير الحرب الإسرائيل في حرب 76 والآن موشي كاستاف اللي هو رئيس دولة إسرائيل ليس رئيس الوزراء رئيس الدولة اسمه موشي كاستاف هذا كل تسمي بنبيهم السابق عليه الصلاة والسلام فانظر حال القدوة وحال الأتباع ولهذا نقم الله عليهم تغير حالهم أعود فأقول الله جل وعلا لم ينكر وليس في الآية إنكار أصلا لكن هذا عتاب إن صح عنه عتاب رقيق للمؤمنين والمعنى أنت مكلف بأن تدعو كل أحد ولا تحتج بأنه لن يؤمن لكن لست مكلفا أو لست مطالبا بأن تطمع في إيمان كل أحد واضح الفرق أنت مكلف بأن تدعو كل أحد ولهذا دعى موسى وهارون عليهما السلام دعوى فرعون دعوى فرعون ما علم الله جل وعلا الأزلي أن موسى أن ترعون لن لن يؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم دعى أبا جهل بتكليف من الله ما علم الله الأزلي أن أبا جهل لن يؤمن فالدعوى شيء والطمع في الإجابة شيء آخر فما كان في بعض نفوس المؤمنين من طمع دخول اليهود جملة في الدين هذا أبعده الله جل وعلا وهذا على وجه مخاطبة الأمم على وجه الإجمال لا على وجه الإفراد لا على وجه الإفراد وهذا قيد يجب أن يتحرز نعود فنقول ذكر الله بعد ذلك أيها الأخوة المبارك علتين سببا في عدم وجود ذلك الطمع علة أظهرها وعلة أخفاها فالعلة التي أظهرها جل وعلا قوله جل وعلا أفضت معون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون هذه كلها إلا واحدة والمعنى أنهم سمعوا كلام الله وعقلوه ثم حرفوه وهم يعلمون أنهم محرفون له أي مصرون على التحريف فإذا اجتمعت هذه الأربعة انتفى الطمع في إيمانهم والخطاب هنا عن علماء اليهود وأحبارهم عن ماذا؟ علماء اليهود وأحبارهم هذه العلة التي أظهرها الله وهي علة مشاهدة للناس للمؤمنين يجب أن يستصحبوها حتى لا يقع في قيوبهم طمع في إجابة أولئك القوم أما العلة التي أخفاها الله فهي علمه الأزلي أن هؤلاء لن لم يؤمنوا إذ لو كان في علم الله أنهم سيؤمنوا لم يخاطب المؤمنين بأن لا يطمعوا في إيمانهم واضح إذن لو كان في علم الله الأزلي أنهم سيؤمنوا لما عاتب الله المؤمنين في الطمع لأنه ستحقق مراج الله القدري لكن الله جل وعلا علم قدرا وأراد ذلك أن لا يقع منهم إيمان فكانت هذه السبب العلة الثانية في نفي الطمع عن قلوب المؤمنين لكنه تعبدهم بالثانية فأظهرها ولم يتعبدهم بالأولى فماذا فأخفاها لم يتعبدهم بالأولى فماذا فأخفاها ومتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما أقلوه وهم يعلمون ثم قال عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعض إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجدكم به عند ربكم أفلا تعقلون اختلف الناس في معنى الآية فذهب فريق من العلماء هو قول الحسن البصري وبعض السلف إلى أن المقصود منافق اليهود منافق اليهود وقال آخرون إن هذه الآية تنظم إلى ضميمتها في آل عمران آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واقفروا آخره لعلهم يرجعون والذي يعني يرى والعلم عند الله الذي نختاره أن هذا القول من أحبار يهود لمن لهم به علاقة من الصحابة يقولون لهم آمنا بهذا النبي كما في كتبنا لكنهم يستدركون قائلين إنه للعربي خاصة ولسنا مكلفين بأن نؤمن به واضح؟ فإذا عاد أولئك القوم الذين قالوا هذا القول للصحابة وخرجوا منها يعاتبهم غيرهم كيف تقرون لهم بأنه موجود في كتبكم أتحجون من فتح الله عليكم واضح؟ فتح الله عليكم يعني أخبركم ذي التوراة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخبرتموهم أي العرب المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين والأنصار على وجه الخصوص بأنهم أكثر صلة وعلاقة باليهود كان ذلك إقامة للحج عليكم ثم قال ربنا أفلا تعقلون واختلف العلماء في قول الله تعال أفلا تعقلون هل هو خطاب من الرب للمؤمنين فيكون أشبه بالعتاق أو هو خطاب من الأحبار بعضهم لبعض واضح أو هو خطاب من الأحبار بعضهم لبعض وأميل إلى الثاني أن العرب أن اليهود تلوم بعضها بعضا أن اليهود يلوم بعضهم بعضا على ما وقع منهم واضح القضية ثم قال الله جل وعلا معنفا إياهم ومخبرا بأنه يعلم السر والنجوة أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم يعلم ما يسرون وما وما يعلنون أي لا يفزع إلى هذا الطريق ولا ينير إلى هذه الجادة ولا يقول بهذا القول من يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه يعلم سره وعلى نيته وهذا أمر يجب أن يستصحبه المسلم فالله جل وعلا أجل من أن يخادع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خرد فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير والله يعلم سرهم ونجواه أحصاه الله ونسوه إلى غيرها من الآيات الدالة على عظيم علمه جل وعلا وأنه لا يعذب عن علمه مثقال ضره فالصحاب هذا الشأن العظيم من صفات الرب تبارك وتعالى يعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاح الآن مثل ثلاث يوني كان الكلام فيه عن الأحبار والعلماء فانتقل الحديث إلى الدهماء والعامة والجمجنل ما أراده الله أن يقول للمؤمنين أمة أي اليهود أمة هذا حال أحبارهم وعلمائهم فكيف يكون حال عامتهم ودهمائهم واضح أراد الله أن يقول للمؤمنين أمة أي اليهود هذا حال أحبارهم وعلمائهم فكيف يكون حال دهمائهم وعامتهم قال الله ومنهم أي غير العلماء ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أميون متفقون على أنهم لا يجدون القراءة ولا ولا الكتاب عامة ولهذا قال الله منهم ليس كلهم لأن اليهود يقرؤون ويكتبون لكن من يقرأ ويكتب منهم هذا معدود في العلماء والأحبار والحديث هنا عن العامة والدهماء ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية نأتي عند أمانية ننيرخ المطايا أمانية تحتميل معنين إما أنها تكون مأخوذة من الأكاذيب والأغاليط والأحاديث وهذا والد في كلام العرب قال الكعب بن زهير فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل فالعرب تجعل الأمانية مرادفة للكذب الأشياء المتوهمة التي ليست لها حقائق ولا تثبت على حال فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل والبيت من قصيدة لكعب بن زهير نطلعها بانت سعاد فقلب اليوم تبول وقد مرت معنا إلا أنني أذكر أن كلمة بانت هنا بمعنى بعدت ليست بمعنى ظهرت وأكثر من يردد البيت ربما يغلب على ظنه وعلمه أن المقصود ببانت بمعنى ظهرت ولو ظهرت لما قال ما قال في وصف قلبه لكن البون والبعد ونأي الديار وبعدها عن نظره هو الذي أورثه قلبا مكلولا وهما وحزنا نعود فنقول هذا الأول كما أنها تأتي بمعنى الكذب والأحاديث تأتي بمعنى التلاوة تأتي بمعنى التلاوة قال الله تعالى ألقى الشيطان في أميته أي في تلاوته قالت العرب على لسان حسان منع كتاب الله أول ليلة تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادل تمنى كتاب الله أول ليلة أو أول ليله وآخره لاق حمام المقادل معلوم أن عثمان رضي الله عنه مات مقتولا وكان قد قتل المصحف بين يديه وقد اشتهر عن عثمان رضي الله عنه وارضاء أنه كان كثير قيام الليل يقطع الليل تسبيحا وقرآنا فكان يقرأ الليل حسان أراد أن يقول أنه استفتح عثمان نهاره بقراءة القرآن تمنى كتاب الله ممعنى أنه كان بعيدا عنه وطلبه وإنما كان يتلوه لكنه آخر الأمر لاقى ماذا حمام المقادل يعني النوت وحسان هذا استطرات كان من أكبر المناصرين لمن لعثمان قال في نونيته بعد مقتل عثمان لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا ما جمت حيا وما سميت حسان إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا ما دنت حيا وما سميت حسان قبله لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان وينسبون إليه وفي نفسه شيء من ذلك البيت وهو قوله يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عثان لكني أظن هذا البيت قد زيد في مرحلة تاريخية ما والتاريخ الإسلامي لا ريب قطعا زيد فيه زيادات في كل مرحلة وسلبت منه حقائق في كل مرحلة بحسب مصالح أصحاب تلك المرحلة وأهل النفوذ فيها السياسية أو أو الدينية السياسية أو أو الدينية ولهذا أحيانا يصل بالإنسان إلى أن يكتم لأنه لو أظهر لأبطل سلطان أقوام وإبطال سلطان أقوام يجعلهم يتسلطون عليه ولهذا قال ابوهر رضي الله تعالى عنه أن بعض علمه لو أظهره لقتل وهو أراد بذلك بعض ما كان يسلط عليه بعض ولاة أولئك العصر فيخسر الناس علمه بالزملة وهذا من ثقه ابوهر رضي الله تعالى عنه أربعة لا كما فهمه المشغبون على أهل الحديث فجعلوا هذا الكلمة مثلبة في حق أبي في حق أبي هريرة لكن الإنسان إذا نظر إلى الأشياء نظرة باحث عن الحقيقة يوفق وإن كان أراج أن يبحث ليوافق ما يريد أن يطلبه الحق والواقع لن يجد شيئا فيضطر إلى اللي المصوص وإلى إعمال أشياء كثيرة فيها حتى تتفق مع مراده لا نريد أن الصدر كثيرا نعود للآية فنقول هذا الإشكال جعل العلماء يختلفون الاختلاف اللفظ في المعنى أماني جعل العلماء يختلفون في معنى الآية قال الله تعالى وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَضُنُّونَ والمعنى أن من هؤلاء اليهود الطائفة لا تفقه شيئا فإذا تلت التوراة أو قرأ عليها الكتاب لا تفهمه إلا كما تفهم الأقاصيص والأحاديث والأغليق لا تقوم منها على بينة وقد قلنا إن هذا حال الدهماء وقد مر معنا حال العلماء ثم قال الله جل وعلا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ أَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فَوَيْلٌ لهم مما كتبت أيديهم وَوَيْلٌ لهم مما يكسبون كلمة ويل يراد بها إقاع الشر والهلاك كلمة يراد بها إقاع الشر والهلاك ولم يسمع من العرب فعل لها من لفظها ولم يسمع من العرب لفظ فعل لها من لفظها لماذا قلنا لم يسمع لم يسمع من العرب الأصل في اللغة السماع والقياس السماء الأصل في اللغة السماء فمن جاء بشيء قلته العرب سمع عن العرب قد أثبت حجة الله نجل وعلا يتوعد قوما من اليهود كانوا يكتبون قبل قليل قلت إن التاريخ الإسلامي يزيد ونقص منه كذلك حال اليهود في كل مرحلة زمنية الأحبار الذين كلفوا بحفظ التوراة يزيدون فيها ويضيفون وينقصون بحسب الحال التي هم فيها فمثلا عندما لم يزعم العرب أن نبيا بعث منها بالعقل لم يلجأ اليهود إلى محو صفات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة تقتضي محوه واضح فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في العرب ولم يظهر فيهم اضطروا إلى أن يغيروا ويكتبوا كتابا آخر يضيفوه في التوراة يبدل فيه الوصفة الإلهية لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر الأتباع به فيقحمون أنفسهم في التوراة كل ذلك يريدون أن يبقوا على سلطتهم الدينية والتشريعية والتنفيذية فيتحكموا في أموال الناس وهذا هو معنى الثمن القليل الذي قاله الله جل وعلا عنهم ليشتروا به ثمنا قليلا وقد حررنا ذلك الأمر في لقاع سابق فالله جل وعلا هنا يقول فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فارتكبوا ثلاثة أمور حرفوا ما سبق وأضافوا من عندهم واشتروا بما أضافوه ثمنا قليلا بعد أن زعموا أنهم من عند من عند الله جل وعلا وهذا من أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى على هذا من تأمل هذا لا يتعجب من صنيع اليهود اليوم لأنه إذا كان هذا حال آبائهم فحري بهم أن يكون هذا حال أبنائهم وأتبائهم ودراريهم قال الله جل وعلا بعد ذلك عنهم وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودة اختلف في الأيام المعدودة ماذا أراد اليهود بها مع أن الآية واضحة في أن اليهود تعترف بوجود الجنة والنار وكذلك النصارى قال الله جل وعلا عنهما وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وقال الله جل وعلا عنهم وقالوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على على شيء الذي يعنينا أن الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم قالوا أن النار لن تمثنا إلا أياما معدودة أشهر وقوال أهل العلم عندنا في هذه القضية أنهم قصدوا بها الأيام الأربعين التي عبدوا فيها العجل قصدوا بها أنهم يعذبون لعبادتهم العجل يعذبون في النار أياما معدودة هن أربعون لعبادتهم العجل وقال بعض العلماء أقوالا أخر لكنه لا لم يستندا لها لا من النظر ولا من الأثر فضلبنا الذكر عنها صفحة نعود فنقول يقال أن تمثنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون هذا ترتيب منطقي يعني ذعمكم هذا مدميون على أحد أمرين إما أن يكون لديكم أهد من الله وإما أن يكون قول تخلقتمه افتريتموه على الله فإذا ثبت أنه ليس لكم عند الله أهد فلم يبقى إلا أن يكون قولكم فرية واضح قل اتخذتم عند الله أهدا وليس لهم عند الله أهد فلن يخلف الله أهدها كما تزعمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون قد يقول بعض العلماء إن أم هنا للإضراب الانتقالي يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون لكن الأفضل جعلها على الترتيب المنطقي الذي بيناه آنفا قال الله جل وعلى مجيبا لهم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من هذه أيها المبارك من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم فالقرآن أعظم من أن ينزل لقضية واحدة والله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب فهاتان الآيتان فاصلتان قال الله بلى من كسب سيئة وقال بعده والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمعنى ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب كل أحد في كل مصر أو في كل عصر إذا اكتسب سيئة وأحاطت به خطيئته أي مات على الكفر فهذا مخلد في النار كائنا من كان ولو كان والد نبي كإبراهيم أو ابن نبي فكان عائد نوح أو عم نبي كأبي لهب وأبي طالب واضح ومن كان مؤمنا عم آمن وعمل صالحا ومات على الإيمان وافى الله بالإيمان كما حررنا بالأمس فهذا كتب الله جل وعلا له الجنة لأن الله اشترط قال أوفوا بعهدي أوفي أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وبينا أوفوا بعهدي يعني ابتثال أوامري أوفوا بعهدكم أي بالقبول والسواب فهذا مآله الجنة أيًا كانت كان والده وأيًا كانت وأيًا كانت أمه فلما الخطر رضي الله تعالى عنه أبوه كافر ولا ندخل في عمر لأن عمر أباه لم يدرك النبوة قد يكون فيها قول العلماء لكن نأخذ مثلاً عمر بن عاص فالعاص بن وائل السهمي من آدم الكفار وابنه عمر صحافي وخالد سيف الله وأبوه الوليد بن مغير نزل ما نزل فيه من القراء فلا يوجد بين الله بين خلقه تلك المعايير الموجودة في الدنيا ليس بين الله بين أحد من خلقه إلا الإيمان والعمل الصالح وهذا ينبغي أن يستحضره المؤمن في كل آية يتلوها في كتاب الله عاد الحديث الآن إلى الكلام عن بني إسرائيل عن بني إسرائيل الحاليين والسابقين على شكل ربط قال الله وإذ أخذنا نثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وهذا مر معنا كثيراً أن الدعوة إلى عبات الله وحده وهي أسو دعوة الرسل وكل الرسل جميعاً دعوا إليها رب الوالدين إحساناً وهذه أول آية في القرآن ذكر الله جل وعلا فيها حسب تكتيب المصحف بر الوالدين وقد مر معنا كثيراً وذي القربة واليسامة والمساكين وقولوا للناس حسناً القرآن يربي في الناس ثق الأولويات فمن لن يعطي حق الله لن يعطي حق الخلق ومن منع الوالدين لن يعطي القريب ومن منع القريبة لن يعطي اليتين ولذلك من الفقه الخاطئ الموجد في الرجل صفة تدل على كذب الأول لأن من ضيع حق الله وحق والديه والله لن يؤتي حق الناس فإن صنع ورأيته بعينك بحيث لا يمكن لك أن تنكره فاعلم أن ما فعله لغرض دنيوي محف لا لهدي هو يقوم عليه فرتب ربنا حقه ثم حق الوالدين ثم حق ذوي القربة والعرب كانت تأنث من ذلك الرجل الذي يكون شره على قرابته طرفه وظلم ذوي القربة أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهند والله لما خاطب نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين ونحن عليه الصلاة والسلام لما دعا قال رب اغفل لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمأمنين والمؤمنات ثم قال الله تعالى واليتام جمع يتيم وقد مر معنا الحديث عنه والمساكين جمع مسكين من أذله الله بالفقر وأعدزه فأصبح ساكنا وقول للناس حسن الناس عامة المؤمنين والكفار وهذا من تأديب الله للأمم السابقة واللحق أن الإنسان يكون قوله هين لي يقبل منه قد قالت في العرب أبني إن البر شيء هين وجه طريق ولسان لين وأعدز الناس من عجز على أن يحوي الناس بلسانه لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد المطق إن لم تسعد الحال وهذا بيت من المتنبي فالإنسان العاقل يحتوي الناس بكلامه حتى عندما يقول لك لا يقولها بأسلوب مقبول لا أجد شيئا فالنزع صلى عندما أتاه ضعفاء المهاجرين والأنصار في غضوة جيش بالعسرة قلت لا أجد ما أحملكم عليه فالتعبير النبوي في الرد هنا تعبير لطيف وهذا مندرج تحت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنة وقد كانت العرب تضرب الأمثال برجال معدودين يحسنون الخطاب وبعضهم كان إذا أتاه سائل يقول له الآن لا أجد لكن أعطيك ورقة أن لك علي كذا فإذا أصابتني حالة يسر عدت فأخذتها بمقتضى هذه الورقة يقولون إن رجلا أظنه خالب بن سعيد بن العاص هذا معدود في أكثر العرب كرما أصابته فاقة وعذل من نصبه من المدينة فذهب إلى قصره في وادي العقيق في عروة ثم بعضكم أتى المدينة جاءت الغرب كان هذا الوادي يسيد وعليه قصور أكثر من أهل الثراء كقصر من مشهور تاريخيا سعد بن أبي وقاص هو ورد فيه الحديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي كان يقفض نفسه لما جاه ابنه ولامه على أن الناس يقتصمون الخلافة وهو في قصره وقد حمل سعد بن أبي وقاص من قصره عندنا في المدينة في غرض المدينة إلى الحرم حملاً على عناق الرجال الذي يعنينا خالد هذا عزل فلما عزل كانت دار الإمارة بجوار المسجد النبوي فرجع ولك أن تتصور أميراً يعزل من سيرجع معه لم يرجع معه فلما رجع الناس كعني التفهون حوله لإمرتها والآن لا مال ولا إمره لكن في بعض الناس لا يفقدون شيء يعود إليهم لجاههم لا يقدروا الصلاطين على مناكثتهم بالكلية فهو راجع فار معه شاب وأظنه شاب فطن حتى وصل معه إلى باب القصر فلما وصل معه إلى باب القصر قال يا ابن أخي سمي حاجتك فإنك منذ اليوم ترافقني قال والله لا أريد شيئاً قال ولماذا ترت معي قال رأيتك مقصوص الجناح فأحببت أن أعبدك رأيتك مقصوص الجناح فأحببت أن أعبدك فوقعت هذه الكلمة في قلب خالد موقع عظيم فقال له أخرج ورقة فأخرج ورقة فكتب له أن له عليه عشرون ألف دينار دينا ونادى غلاماً له ليختمها ليشهد ثم ختمها وأعطاها الغلام فنهب الغلام فمات خالد بعدها بقليل وكان رجلاً من وجهاء بن أمية في عهد معاوية فأشار على ابنه قبل أن يموت أن يذهب إلى معاوية فإنه سيتكفل بديني وأخبره أنت بنبع وفاتي فلما مات خالد ذهب ابنه إلى الشام وأخبره بموت معاوية ومعاوية الخالد قرار بن بن يمية فلما أخبره قال له ما أوصاك قال أوصاني أن أأتيك وأخبرك فقال خيراً فعل أو حسناً دلك عليه فأعطاه آلاف الدنانير ليقضي بها دين أبيه خالد فعاد الغلام الشاب ابن خالد إلى المدينة وأعلن في الناس بطريقة الإعلان أنذاك نادي منادي أن يأتي يأخذون ديونهم فجاء التجار الذين الأصل بينهم معاملات ثم جاء هذا الشاب وقال معه هذه الورقة فيها عشرون ألف دينار مبلغ أنا ذاك كبير جداً فلما أخذه الابن قال نا أظن أن أبي يكتب هذا أنت لست بتاجر إنما أنت صعدوكم من فارك المدينة كيف استحققت أن تأخذ على أبي هذا المبلغ فجاء الغلام الشاهد قال أنا أشهد أنه صحب خالداً إلى قصر فسأله خالد لماذا صحبتني قال رأيتك مقصوص الجناحي فأحببت أن أعبدك فكتب له هذا الشرق فأعطاه العشرين ألف دينار موضع الشاهد هذه الآية المجملة هنا وهذه القصة التي أخبرناك بها نص الله عليها في آية المكية من البقرة المدنية والقصة متأخرة هذه القصة في عهد بن يومية قال الله جل وعلا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ أي المساكين قولاً ميسوراً الآن لاحظ أول الآية ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا شيءٌ تُأَمِّلُهُ مِّنَ اللَّهِ ولا يوجد مؤمن عاقل يعرف الله إلا وهو يؤمن شيئاً من من الله هذا المقطوع الأمل من الله ما يعرف الله الذي يعرف الله على حال استعداد أن تأتيه نعمة الله واضح وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ أي المساكين ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا ميسوراً أي أجلهم إلى حي قل لهم أعطوني بعد غد أعطوني آخر الشهر لعلك تأتيني آخر السنة هكذا لعلك تأتيني في رمضان أشبه ما يكون بهذه الكلمات التي تندرج في قول الله وقول للناس حسن قال الله جل وعلا وَاقِمُوا الصلاة والآتُوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون وهذه ظاهرة مر معنا كثيراً مثلها قال الله تعالى بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَعَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء هؤلاء تبين لك أن المخاطب اليهود المعاصرون أن المخاطب اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم وصار تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم ألا تؤمنوني بعض الكتاب يتكفروني بعض ثم أن يفعل ذلك منكم إلا خزيون في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب يوم الله بغافرين عما تعملون الآن هذه الآياتان اضطررت لأنا قرأهما سوياً لأنهما لا تفسر إلا سوياً والآن قلت سنستجد تاريخ المدينة الطوائف الثلاثة اليهود الذين كانوا موجودين آنذاك كانت الحرب قبل الإسلام مشتعلة ما بين الأوس والخسرات فكانت اليهود تلزم باب الحياد متنبه جيداً لما سيأتي لأن تنتفسر الآية إلا دا عرفت التاريخ كانت قبائل اليهود الثلاثة تلتزم ماذا؟ حاول أن تشاركني تلتزم الحياد والحرب بين الأوس والخسرات كانت الغلبة للخسرات كثيراً الآن ضع نفسك مكان الأوس أنت مغلوب تغتر تشرك الذين في الحياة تجر من المعركة جر فذهب في الأوس تستنصر باليهود فرفضت اليهود طلبوا الحياد لما علم الخزرج أن الأوس ستستنصر باليهود ذهبوا إلى إلى اليهود ذهبوا إلى قريضة والنظير قالوا نخشى أن تكونوا مع أبناء عمتنا فاعطوهم المواثيق أنهم لن يكونوا وأنهم سيبقون على الحياة مطمئنة الخزرج طلبوا رهائن فعطت اليهود للخزرج أربعين غلاماً حتى يضمنوا أنهم لن يشتركوا في الحرب وفعلاً لم تشترك اليهود في الحرب وبقي الأربعون غلاماً مع من؟ مع الخزرج الله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى لما شعر الخزرج أنهم أربعون من اليهود تحت أيديهم وغلبوا إخوانهم من الأوس أرادوا أن يتحولوا إلى مواطن سكن بني قريضة وبني النظير كانت أخصب أرضاً وأكثر نخلة فجاءوا للخزرج جاءوا لليهود قالوا زيحوا يعني زيوا عننا قليلاً نريد أن نسكن دياركم فهم على يهود تشاور رجعوا إلى رجل دو عقل الخزرج هدد وقالوا إن لم تقبلوا قتلنا من؟ قتلنا الأربعين فقال هذا الرجل اسمه كعب قال يا بني قومي أبقوا على دياركم ونخلكم وأموالكم ولا تبرحوها أما الغلمان فلا يلبط الرجل منكم أن يأتي أهله فيولد له غلام مثله يعني تنحل لكن في أشياء ما تحل أحد من العرب كان مسافر فالك وره زوجه وولد وأبو وأخو جيران جاء كفح الألب قالوا مات قال ملكته أمري أول أبوي فيه استحمن قال أين الزوجة؟ قالوا ماتت قالت جدت فراشي أين ابني؟ قالوا مات قالوا آتي يا أهلي الجدد ويأتني الله بغيره قالوا قال أين أخي؟ قالوا مات قال قصي مظاهر أنا ما يدور أخو واضح؟ هذه بالعامية ما يدور أخو باك جاء في السياق الذي يعنينا الآن لما قيل لهم قال هذا الحاقل قال الغلمان يؤتى بغيرهم تلد الزواج لكن الأرض والديار والنخل ما الذي يعاوضها؟ فلما دخلوا طرت الخزرج بعد أن قتلت الأربعين أن تدخل في حلف بني قنقاح فاضطرت الغاب بني النظير وقريضة أن يدخلوا مع من؟ مع الأوس فصالت مقتلة بمقتضى هذين الحلفين أصبح اليهود قاتل بعضهم بعضا لأن بني النظير وبني قريضة في كفة وقلن قاع بماذا؟ في كفة أخرى خلاص؟ الحرب أي حرب يوجد أن تنتهي؟ ترتفع الله حبر عنها بماذا؟ فضع الحرب أوزارها ولا يعرف هذا التعليق قبل قرآن طبعت الحرب أوزارها لجأ اليهود إلى أن يفدوا أسراهم ففدوا أسراهم ما علاقة هذا كله بالآيات؟ في التوراة أوجب الله عليهم فدية الأسرى وحرم الله عليهم أن يقتل بعضهم بعضا أن يهود يقاتل يهود محرم فهم بصنيعهم هذا قاتلوا بعضهم ففعلوا ما نهوا عنه وقاموا بما وجب عليهم هو فداء الأسرى واضح؟ فعاتبهم الله تبارك وتعالى فقال وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون لبعض فأصبحوا فعلوا شيئا وتركوا شيئا وما كان ينبغي عليهم أن يقاتل المختلفة التوراة التي بين أيديهم أن يقاتل بعضهم بعضا فقول الله سبارك وتعالى أنه حرم عليهم لا يخرجون أنفسهم هذا المعنى المقصود الملة الواحدة والله جل وعلا جعل كل ملة كالنفس الواحدة جعل كل ملة كالنفس الواحدة قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من العضو إلى آخر الحديث واضح القضية الآن قول الله جل وعلا تظاهرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون عن ضدكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان من الناحية الصناعة النحوية تظاهرون أصلها تتظاهرون كمثال مثال فحذفت إحداهما ولرب أن هناك تا زائدة وتا أصلية لكن اختلف المحات بصريون وكفيرون في أيهم التي حذفت هل هي الأصلية أو الزائدة فقال البصريون وإليهم نميل في الغالب قالوا إن المحذوف الأصلية لماذا؟ قالوا لأن الزائدة دخلت لمعنى التاء الزائدة دخلت لماذا؟ لمعنى فلا معنى لحذفها كيف نودخلها لسبب ثم أخرجها وأما الأصلية فلا معنى لها لأنها من الأصل باقيها وقال الكوفيون إن المحذوف هو التاء الزائدة لأنها أضعف والأصلية هي الأقوى فلا معنى لحد في الأقوى وبقاء الأضعف ماضح؟ وهذا كثير في القرآن قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها والأصل تتنزل هذا تعليج نحوي على قول الله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإني أتوكم وصارى تفادوهم وهم حرم عليكم إخراجهم أذا تؤمنوني بعض الكتاب وتكفرون ببعض ثم بيّن جل وعلا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ما جزاء من يفعل ذلك منكم اختلف فيما هذه هل هي استثهامية أو نافية والحق أنها تحتمل الإثنين ولا أستطيع أن أجزم بإحداهما تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون استفهامية فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا هذه فيها قرينة ودلالة وشاهد على أن من الذنوب من يعجل الله جل وعلا به العقوبة في الدنيا من الذنوب من يعجل الله جل وعلا به العقوبة في الدنيا لكن في النقطة قد توافق مع حداث العصر ما كان ذنبا سببا في الابتلاء الذنب الذي هو سبب في الابتلاء أو أحد أسباب الابتلاء لا يمكن أن يكون هو نفسه سبب في في الرفع بكلامنا معمم لكن الإنسان لابد أن يفهمه فهما جيدا نأتي المثال واضح مثلا عندما تحصل حرب أو يحصل أذى للمسلمين في أي قطر واضح أي أذى لأي مسلمين في أي قطر في أي مكان في أي زمن من الذي يحصل من الذي يعني يشاهد يأتي مجموعة مثلا من أهل الفن من دعاة الفجور العلني فيقيموا المظاهرات أو يقولون سنفعل ونفعل هذا بشرع الله لا يستقيم لأن وجود هذه الأعمال التي يتبنىها أولئك الأقوام هي من أسباب تسلط العدو فلا يمكن أن يرفع بسلبهمهم واضح إنما هؤلاء من الذي يمكن أن يقدموه التوبة الذي يمكن أن يقدموه التوبة أنتم تخلصوا من ذنوبكم سيرفع الله عنا البلاء لكن لا يُعقل أن تكونون أنتم مقدمون في أن تكون أنتم مقدمين في قضية رفع البلاء عن الأمة محاف لأن يعني من هذه أي عذاب أي ابتلاة تسلط أدو أو غيره أو جد بيارة أو غيره هذا من الذنوب وليست لا يلزم أن تكون محصولة في ذنب واحد لكن ليس من المعقول أن يكون هم السبب في نزول البلاء ويكونون هم أنفسهم سبباً في في رفع إلا أن إلا أن يتوبوا واضح وهذه نقطة يجد أن يتنبى لهذا الإنسان ولا يغتروا بكثرة النفير الظاهر في الفضائيات والقنوات تعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا وإياكم بما علمنا هذا ما تيسفر إراده وعانى العلي الكبير على قوله في هذا اللقاء المباركة التأملات حول قول الله تبارك وتعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى قولي سبحانه أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب الأفضل حملها على عذاب الدنيا لأن عذاب الآخرة مستقيم ولا هم ينصرون هذه الحمل يجب حملها على عذاب الآخرة لأن النصر قد تقى في الدنيا فقد يصلط أهل الكفر حينا على أهل الإيمان يكرر الخاتم من عودا على بد هذا ما تيسر إراده وعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله ربنا